احنا عملنا جزء الاسبوع اللي فات وان شاء الله هنكمل النهاردة ده ملوش علاقة ان احنا ما نشتريش حلوة المولد من بره الناس اللي بتشتغل الناس اللي عندها التزامات الناس اللي ما عندهاش فكرة بالمطبخ قوي والحاجات دي بتعوز سرعة لأ انا بقولك بعفيكي من الموضوع وروح يشتري حلوة المولد بتاعتك من بره وفاش اي مشكلة ده حلو ده حلو ده يمشي وده يمشي والناس اللي حب الفكرة وبتحب تشتغل في البيت وبتحب تعمل حاجات بأيديها زي حالتنا كده والناس اللي بتطلع في التلفزيون كده وبتحب الشغل انا دي اصلا يلا بينا نعمل مع بعض كل حاجة في البيت اولا اقتصادية جدا ثانيا احنا بنبقى عاملينها فبنبقى فرحانين ان احنا بنعمل حاجات دي لولدنا تعالوا نسمي بالله ونشوفوا النهاردة نعملي مع بعض هنعمل الملبل الملبل من الحاجات اللي فيه ناس كتير قوي بتستصعبها وازاي هنصنعها في البيت وايه الطريقة البسيطة السهلة اللي ممكن نعملها بيها وكمان هنعمل حلو تاني بس بعد الفصل تعالوا نبدأ واحدة كده واحدة نشوف هنعمل ايه اول حاجة الملبل بتاعنا بنعمله ابيض وبنعمله كمان اللون الاحمر اللي كل ولادنا بيجروا ويسيبوا الابيض بتاعنا العادي يا بوعين الجمل واحنا طبعا اللي بناكلوا لان احنا بنحبوا زيادة وبيروحوا للالوان والحاجات الحلوة اللي شكلها عادي طيب تعالوا بنسمي باللاكنة وننزل المكونات بتاعتنا على الشاشة ونشوف هنبدأ واحدة واحدة مع بعض ازاي حطيت الوج بتاعي على النار وهنقول المكونات بتاعتنا معنا اربع كبات من السكر وكمان معانا نشا هنعد مع بعض المعالق دلوقتي ونشوف هنعمل ايه ومعانا تلك كبات من الميا ومعانا معلقتين من الجيلاتين صحي كده او معلقة ونص من الجيلاتين ومعانا سوداني وده اختياري لنتي تحطيه او لا ولون طعام وبس كده الموضوع سهل وبسيط وعصرة لمون صغيرة تعالوا بقى كده نبدأ واحدة واحدة مع بعض ونشوف هنعمل ايه هاخد السكر اول حاجة هنزله في الوج بتاعي ونزل عليه تلات كبات من الميا يبقى اربع كبات من السكر عليهم تلات كبات من الميا وهنكرملهم او هنسويهم مع بعض هوريكو ازاي الخطوات سهلة وبسيطة ده مش هيتكرمل عشان احنا عايزينه لونه يبقى فاتح ولون الملبل الحلو اللي هو لونه سكري كده لونه حلو كده ويفتح النفس طيب تعالوا ناخد السكر بتاعنا بسم الله الرحمن الرحيم اهو وكمان هنضيف تلات كبات الميا بسم الله بسو انا مسخنة الوج بتاعي عشان نشتغل على طول شايفين بدأ يشتغل او يشتغل على النار على طول هو ده المطلوب السرعة ليه بقول ان مش اي حد يخش يعمل حلوات المولد لازم يكون متمرس في المطبخ عشان الحاجات دي بتعوز سرعة بديها يعني ايه سرعة بديها يعني متعوز سرعة معانا في المطبخ ولقدر الله لو انت مش متمرسة في المطبخ الحاجات دي بتبقى درجة حرارة عالية جدا وسكر يعني حاجة لقدر الله لو لساعتنا او جت علينا على ولادنا لقدر الله بتبقى اللاسعة بتاعتها صعبة فاحنا لازم نكون احنا حابين الموضوع عارفين نتحرك في المطبخ واخدين على حركة المطبخ عشان نقوم بالحاجات دي وعندنا الجاهز وعندنا البيتي وعندنا كل حاجة الحمد لله احنا بنعرف نعمل كل حاجة فشعب مصري بنعمل الجاهز الحلو بنجيبه من اماكن نديفة جدا وكمان نقدر نعمله في البيت بطريقة نديفة واقتصادية جدا طيب احنا هنبدأ نعمل ايه يعني نساوي السكر مش هنقول كلمة نكرمله خالص نشيلها من حساباتنا النهاردة ونبدأ نساويه مع بعض تمام لو معانا تلفونات هناخد عايزين نقول لكم ان اللايف بتاعنا على قناة هي موجود معانا تقدروا تقولوا اي سؤال انتوا عايزين وتقدروا تشاهدونا من خلال صفحة الفيسبوك واحنا شغالين دلوقتي واحنا على الهوى معانا نكون لايف على الفيسبوك وكمان تقدروا بعد ما الحلقة تخلص بتتقطع وتنزل فيسبوك وكمان بتنزل اليوتيوب تمام كده طيب احنا هنبدأ المستنيين شوية لو معانا تلفون يلا بينا انا اول ما بيبدأ يغلي كم غلوة ممكن ابدأ ايه اقلبوا بقى تقليبة كده بسم الله الرحمن الرحيم اهو عشان يساعدني انه يستوي اسرع اهو ويتبخر كده الميا اللي فيه وتبدأ تاخد اه قوام تقيل شوية بسم الله اهو الملبل مش من الحاجات الصعبة بس ليها تكنيك او ليها طريقة اه يعني فيها كم خطوة لازم ايه نستعدلها انا هسيب العسل بتاعي او السكر بتاعي يبدأ يستوي هروح اجهز باية خطواتي عشان يبقى عندنا كل حاجة جاهزة اللي هو ايه هنجيب النشا بتاعنا عشان اول ما نبدأ نشتغل يبقى كل حاجة موجودة قديني هاخد النشا بسم الله الرحمن الرحيم وننزله كده عشان ده اللي هنعمل فيه ايه هنغلب بيه الملبل بعد ما نخلصه تمام هناخد كوباية تانية معانا مين على التليفون تمام هناخد معلقة بقى ونشوف هناخد قد ايه نشا عشان ندرب بيه الملبل بتاعنا بسم الله الرحمن الرحيم معلش معانا مين تاني يا اميرة يا اميرة صباح الفل يا اميرو طب ارجعك اللي مينة تانية قلبي بصوا اخدنا كده لحد دلوقتي خمس معالي ادي ستة طبعا احنا عاملين كنية سكر كتير فاحنا ايه ما نقلقش من كمية النشا اللي احنا منحطها والنشا اللي احنا حطناه في الباريكس ده احنا هنغلب بيه بس يعني مش هيدخل جوه الوصفة طيب مش عايزين بس نخلي بالنا لان العسل بتاعنا بيفور فنعمل ايه ما نحطش حاجة فيه سيليكون نحط حاجة حديد زي ما انتو شايفين كده ونقلب بالروحة عشان ما تفورش مننا وبهدلينا المتجاز تمام دي خطوة مهمة جدا اهو ونخلي عينينا كده عليه عشان نتفادة انا ممكن اسيبها كده بس عشان نتفادة اي فوران او اي حاجة تحصل لتقدر الله طيب عايزين نعمل ايه تاني حلوا عنيه كنتو بس مع البوتجاز برضو عشان لا ننسى ولا حاجة ولا لقى الدنيا ايه لنحب في حتة مش حالو نحط بقى شوية ماء عنيشا يا ام نجلاء صباح الفل صباح النور عليك يا حبيب تالبي عامل ايه الحمد لله انت عامل ايه ايه الاخبار سمان الحمد لله حبيب تالبي كل سنة وانت طيبة وانت طيبة بخيري يا حبيب تالبي عببي تالبي ايه Wrestle حبيب تالبي رب ربنا يبلسك ايه搞شو يا رب ربنا يبلح لك يا حبيب تالبي ولله بجات احنا جد بحبه خاول حلوة الماز拿 ipad والله الحمد لله انت اركون صحكي عائزينك ربنا يخليك يا رب تتسلمل سسميلك لك يا حبيب تالبي وليليك ايه سؤال؟ عايزة ايه تالب ناملولك كل سنة وهم طيبين وبخير يا رب. ماشي يا حبيبة قلبي حاضر من عيون يا حاضر شكرا لاتصالك. احنا بس بنعمل ايه بنقلب النشا بالمية. تمام ونقلب العسل. اهو بالشكل ده. هنبدأ نعمل ايه بقى نضيف حاجتنا. بس انا عايزة جاهز النشا وجاهز. احنا ما قلناس الجيلاتين على فكرة. عشان انا نسيت اقول الجيلاتين بس اوه مكتوب في الوصفة. قلت معلقة ونص صح. اوه طب انا نسيت ان انا قلت. طب تمام. ركزين اوه. حلو جدا. نقوم حاطين معلقة ونص من الجيلاتين ونزودها مية. وندربها برضو. بصوا. حلي بالنا. بصوا. النار معايا بتفور ازاي. اللي عسل اللي على النار. نخلي بالنا. هرفعه سنة كده. اهو. عشان الدنيا تثبت معايا ان شاء الله ما يبقاش في حاجة. قمت شوية مية كمان. اهو. نهدي النار شوية. تمام كده. ونحطه كده تب. تمام. مشي. هنضرب الجيلاتين. ويبقى احنا كده قلبنا الجيلاتين. وقلبنا النشا بتاعتنا. حضرنا كل حاجتنا. حضرنا النشا. اللي احنا هننزل فيها. النار عالية برضو. تمام. اهو. بسم الله. لازم كده نبقى مركزين في كل التفاصيل اللي حوالينا عشان ما يحصلش اي حاجة. هحط عصرة لمون عليها. اهو. محطناش عصرة اللمون بتاعتنا. اهو. عصرة صغيرة. بس كده. تب يساعدني ان هو يبقى قومه حلو ويربط معايا والدنيا تبقى تمام. يلا بينا. هناخد النشا. انا النشا بس ما دابتش معايا كويس. حضر. لو معنا تليفون هاتي ما فيش مشكلة. تمام. هنعمل ايه? ايد فيها المضرب و ايد فيها النشا. وهنضرب ادينا ما تقفش طول ما احنا بننزل الحاجات اللي بتلمي القوام ادينا ما توقفش. يعني ولا في النشا ولا في الجيلاتين احنا ادينا هتقف. هنعمل كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هو بس النشا ما دابش معايا من تحت قوي. هنحط شوية مية تاني. واندر. بصوا. بسم الله الرحمن الرحيم. نعمل كده. في سرعة في ادينا وبننزل سرسوب صغير من النشا عشان خاطر مايربطش وكتل معايا على طول. اهو. تمام? نعمل كده. في شوية نشا في الارض. بتاعة الكوبية. هنعمل كده. ونقلبها. تمام. نعلب بقى النار شوية. اهو. ونقلب. بالشكل ده. انا عايزة بس اتضرب ده مش عارف. اهو. هنعمل كده. نسيب ثانية. ونعمل كده. زلني جيب بس اللي تحت ده. كتل كده جامد. عشان ما شاء الله كمية كتيرة. فانت تيب تحطيها في حاجة واسعة وتقلبي بالراحة كده عشان ايه? ما يكتلش معاك. بسم الله. خط بقية الكمية. ونقلب. بصوا. بسرعة بقى في التقليب كده. واول ما حس ان القوام بيبدأ يلف معايا. وياخد قوام حلو كده. والنشا تلم كل المكونات مع بعضها. نبدأ نحط الجيلاتين. بصوا. قواموا اللون اللي هو بتاعنا. بصوا بقى. سواب نعرف ان استوى ازاي بصوا. اهو. هرفع كده من عمار سنة. عشان بصوا بدأ يعمل ايه? يلم معايا. اهو. اهدي عليه. البوتاجاز ده معكسني والله. اهو. بصوا. بصوا. كده خلاص. تعالوا. بقى ناخد الجيلاتين. بصوا الجيلاتين بيعمل ايه? بيكتل على طول او بلم ببعضه على طول. هاخد الجيلاتين. اهو. ننزل بيه كله. وهاخد كده بالمضرب تقليبة. وبعديها على طول الم بقى باللسبات اللي بتاعتي. اول ما التوص او الوق بتاعتي او الحلة اللي انا بشتغل فيها. تنضف كده ما بقاش فيها اي حاجة. تعرفوا خلاص. ان ما فيش اي سوايل. يبقى كده الملبة البتاعي استوى وتمام جدا. تمام? طيب. انت تقدر تحطي له مية زهر. تقدر تحطي له آآ فانيليا. تقدر تحطي له النكهة اللي انت بتحبيه بتطعم بها. تمام? انا حطيت عصرة لمون. ممكن يبقى تمام جدا بالنسبة لي كده. تمام? اهو. نعمل كده. تقليبة كمان حلوة. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا الكوام ونفس لون الملبل سكري حلو كده. اهو. والدنيا زي الفن. اهو. ناخد بقى الاسباتلة. بسم الله. بصوا. اول ما تلاقي. السانية بتاع التاصة بتاعتك بتتنضف كده بفاش اي سويل. تعرفي كده ان الكوام حلو. بس هو عايز شوية على النار عشان يربط اكتر من كده. فلما تيجي تحطيه يمسك مع بعضه ما يبقاش اي سايل ومش نفس قوام اللي انت بتشتريه من بره. فهو كده عايز شوية سويل تتبخر منه. وخلاص تمام كده.